قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اشتركوا في القناة لا أهمش بها أصلا وده رأيه من الأراء وأخبرك طيب لكن برضو فيه يعني برضو ناس بتقول كلام تاني بتقول لا هو الحقيقة والصواب واللي قاله كثير من العلماء إنه هم هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه أما همه امرأة العزيز كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنات ولم يعملها كتبه الله عنده حسنات كاملة ومن هم فإن عملها كتبه الله عنده إيه عشر حسنات ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له به حسنا وفي رواية لم يكتبها شيء ماشي وفي رواية فإن عملها كتبت عليه إيه سيئة واحدة طب ليه لو هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنا الرواية الثانية توضحها إنما تركها من جرائي يعني من أجلي وده رواية مسلم إن المولى عز وجل بيقول اكتبوها له حسنا ليه يا ربي ده الملايكة بقى ليه يا ربي قال إنه تركها أو إنما تركها من جرائي يعني من أجلي طيب نرجع بقى تاني لكلمة إيه وهم بها لو لا أرأى برهان ربي إيه هو برهان ربي طبعا كترة الأقاويل في الموضوع دوت وفيه بقى ذكرة روايات غير صحيحة بالمرة أذكر هناك في رجالة سريعة كده عشان لما تسمع تعرف إنها مش صحيح قالوا يا سيدي قالوا إن برهان ربي نداء نوديا به يوسف فقد صح على ابن عباس أنه قال نوديا جاء له نداء يا يوسف يا يوسف أتزني فتكونك الطير وقع ريشه فذهب يطيره فلا ريشة لا قالوا ده إنه هو سمع النداء ده ده يعني بولك أسعى على اللي تقال يعني البرهان تاني اللي هم قالوه قالوا سورة يعقوب أول ما جاء يعني شاف المنظر امرأة العزوية بتدعوت قوله هيتا لك تمام إيه اللي حصل شاف سورة يعقوب فتذكر إنه ابن نبي وإنه هو نبي فما ينفعش أعمل فحيشة فعاد ده برضو رأيه تاني التالت إن قالوا البرهان هو آية من آيات ربه حجزته عن فعل المعصية وهي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والرأي الرابع إن برهان ربي هو تمثال الملك شاف تمثال ملك مصر تمام وقالوا يعني فرضعه ذلك كل الأرأة دي كلها في الهم بلايس يعني ولا رأي منها صحيح إنما الرأي الصحيح الذي ورد عن أهل العلم أن برهان ربي هو وازع الإيمان والتقوى في قلب يوسف عليه السلام يبقى هم بها هم خطرات يبقى عندنا رأيين دولة يا جماعة رأيين رأي يقول لا ما همش بها خالص بالمرة ولقد همت به وهم بها لولا الرأى برهان ربي يعني تقدرها لولا الرأى برهان ربي لهم بها إيه بقى همش خالص ده رأي والرأي التاني وإنت بقى اختار رأيين أنت عايزه تمام والرأي التاني أنه هم بها هم خطرات فحجزه عن ذلك وازع التقوى والإيمان الذي في قلب يوسف تذكر ربه عز وجل وتذكر الجنة والنار والعقاب والحساب فتذكر ذلك فرضعه ذلك عن فعل المعصية أخوي وحبيبي روح قلبه حياتي لما تيجي تعصى ربنا تذكر برهان ربك تذكر أن في وازع إيمان وتقوى المفروض أن يحجبك ويحجزك عن فعل أي معصية تغضب ربك حبيبك سبحانه وتعالى ولذلك عقب ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليه يا ربي؟ قال إنه من عبادنا المخلصين تعرف العباد المخلصين؟ اللي ربنا أخلصهم مصطفاهم ليه؟ لأن نتيجة أخلصهم هم كانوا مخلصين فأخلصهم الله فصاروا مخلصين يعني هم بقوا مخلصين بعد ما أن كانوا مخلصين واستمروا على إخلاصهم ليكونوا من المخلصين واضح المعنى الجميل ده تعرف تخلص لربنا بالشكل ده؟ تعرف تخلي حياتك كلها المرضات لله؟ تعرف تعيش تقول أنا عايش لله؟ تعرف تقول كل إن صلاة ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين؟ تعرف أنا مخلص؟ تعرف بفكرنا بإيه؟ بفكرنا باللبن شوف ربنا قال إيه عن اللبن؟ قال جل وعلا وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارفين الله اللبن ده بينزل لنا من الأنعام من بين إيه يا جماعة؟ من بين المكان الذي يخرج منه البول والغائط ومن بين المكان الذي يخرج منه إيه؟ الدم من بين الدم والبول والغائط يطلع لك لبن عمرك شميت في اللبن ده رائحة بول أو غائط؟ ما حصلش عمرك لقيت نقطة دم أو نقطة بول أو غائط في اللبن؟ ما حصلش تعرف شفت اللبن طلع خالص إزاي؟ أنا عايزة كده كمان في علاقتك وعبادتك لله تبقى إيه؟ أعمالة كلها خالصة لا فيهاش أي شائبة لا من رياء ولا من نفاق ولا من إرادة السمعة وإلى غير ذلك ابعد كل دوة وخلي أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى عشان لبنا يخلصك وتكون من المخلصين فينجيك من كل سوق لو عرفت تعمل كده هتبقى عبدي لله فعلا بفضل الله قول كده قول كده في نفسك أنا هعبد لبنا علشان أكون عبدي لله أنا هتجوز لله وأخلف لله وأتعلم لله وأعبو وأدعو إلى الله لله وأخلي حياتي كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوق والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين تعالوا نشوف المشهد اللي بعد كده واستبقى الباب إبارة وضطه وبعدين همت به وأهمت بها لو لأن رأى برهان ربي وربنا صرف عنه هذا لكن هي برضو مصرة شوف سبحان الله أنا مش متخيل أبدا إن فيه ممكن تكون فيه امرأة يعني بهذه الجرأة الشديدة على فعل معصية إيه الجرأة دي؟ امرأة جريئة جرأة لا تخطر على قلب بشر واستبقى الباب شوف المنظر هو باب واحد ولا كان باب؟ سبعة بواب واستبقى الباب عمالين يجروا كل ما يفتح باب تجروا وراها على الباب التاني يفتح الباب التاني تجرى على الباب التالت وهكذا لحد دم وسطه الآخر باب واستبقى الباب اللي اتنين بيجروا هو بيجري عشان يهرب من المعصية وهي بتجري عشان تعمل المعصية فرق كبير قوي أخوي وحبيبي بين واحد بيجري ويهرب من المعصية واحد ليل ونهار بيدور على المعصية فرق كبير من شاب بتتعرض عليه الفتن فقول لا إني أخاف وإن عصايت ربي عذاب يوما عظيم وبن شاب بيتصل بصديقه عندك فيلم إباحي أتفرج عليه عندك أي فرصة لفعل الفحشة عندك كذا عندك كذا فرق كبير قوي 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 بن شاب رايح يخطو خطوات للمسجد ما فيش خطوة يخطوها إلا غفرت له به سيئة وأخذ بيه حسنة ورفعت له درجة في الجنة وبن شاب تاني بيخطو خطوات عشان يروح يقابل الجر لفرينت فرق كبير قوي حبيبي بالوحدة راح أصير اترحل أو راح أتصل في المسجد وبنوحدة راح ألفعل الفحشة فرق كبير قوي واستبق الباب شوفت المعنى العجيب معنى عجيب قوي القرآن عايز يوصل لك لما بيقول لك واستبق الباب مع أنه هو مش باب واحد لأنه في الآية التانية بيقول لك وغلقت الأبواب وبعدها هنا بيقول لك واستبق الباب هو باب واحد ولا سبع؟ لا سبع أبواب القرآن عايز يختصر لك السكة دي كلها في أن يقول لك أن هم خلاص بيجيب لك المشهد الأخير هم وصلت دلوقتي الآخر باب واضح المعنى حبيبي يبا إذن إيه؟ وغلقت الأبواب هي أفلت سبع أبواب قدر يهرب من ست أبواب ووصل للباب السابع فالقرآن بيلغي لك المشاهد دي كلها وبيقول لك خذ المشهد الأخير وافهم بقى واعرف إيه اللي حصل قبل كده طب لو كان المشهد ده مصور كان يجيب لك بقى هو عمال بيحاول يفتح الباب ويضعر على مفتاحه والترباس منين وهي بتقول له لأ مش هتفتح ومش هتفتح إيه فقدري بفضلي لايفتح الباب الأولاني بيجري على التاني بيحاول وهي بتشده تخيل بقى المشهد ده في ست أبواب الكرآن بيختصر لك كل اللي حصل ده بيقول لك وسطها بقلبها وسطه للباب الأخير والتنين زي ما قلت لك بيجروا هو بيجري عشان ينجوا من المعصية وهي بتجري نفسها تعمل معصية شفت الزلي اللي كانت السيطة دي فيه شف زلت نفسها لسيد دي يوسف قديم وهو اتركيني وارحميني أنا لا أغضب ربي لسان الحال وهي عملت زل نفسها ليه وتجري وراها وتشد في قميصه وهو عمال يجري مها وتشد في قميصه لحد ده ما قميصه تقطع من وراه وهو بيجري منها شفت الزلي اوعى تزل نفسك لفعل معصية زل نفسك لله زلك لربنا عايز ليك عايز تقرب نزل أشرف موضع فيك الأنف والجبه وحطوهم في الطراب وزجوا تبو اقتريد معقولة أنا مش متخيل لواحد يزل نفسه الوحدة ومش في الحرام كمان زي واحد راح بلد اسمها بنكوك راح يفعل الفحشة البنت اللي معايدة عشان فعل الفحشة تأخرت عليه ساعة إيه ساعة هيجنن فجأة جات ورب الكعبة سجد لها وما قام من تلك السجدة مات ساجدا لامرأة مبغي وجابوه في التابوت ووصل بلده أول ما وصل بمجرد ما فاتحوا التابوت لأ وشه اسود كالفحن يا رب عافينا يا رب العالمين يا رب اصرف السوق واصرف الفحشاء عن شباب المسلمين وعن بنات المسلمين وارزقهم جميعا لعفة يا رب العالمين اللهم أمنون واستبق الباب مين يلي السبق يا شباب هو ولي هي تفكر كده معايا المشهد قدام عليك هو هو ولي هي هو اللي سبق هو اللي سبق اللي يدلي على كده ان هي بتجري وراء وهو بجري قدامها وهي شقة الأمير بيزيعها من وراء منذبر من وراء ماشي كده يبقى هو اللي سبق يبقى مين най supposed الطاعة ولا المعصية الطاعة سبقة المعصية يطار الطاعة في قلبك بتسبق المعصية ولا المعصية دايما في قلبك هي اللي بتسبق يا طرح لما بتلاقي قدامك فتنة قلبك بيقولك اتق ربنا اوعى تفعل المعصية ولا نفسك بتقولك يلا انت مش هتعيش جير مرة واحدة اتمتع وعيش حياتك افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة ايه اللي بيحصل عندك ياريت تكون الطاع عندك هي اللي بتسبق المعصية تعرف يعني كل ما تقع في المعصية تفتكر قول المولى عز جل واستبق الباب وقول هعمل زي ما يوسف عمل عليه السلام وهسبق ولا يمكن ابدا اخلي معصية حصلني انا هسبق بطاعتي الى الله سبحانه وتعالى ولسان الحلوى المقال وعجلت اليك رب لطرد طبعا كان ممكن نقعد نصفك في المطاردة التي ضارت بين امرأة العز وبين يوسف عليه السلام الكرآن اختصلك كل دوت في قولي واستبق الباب ايه اللي حصل بعد كده وقدت قميصه من دبر هو ايه حكاية الاميس مش ملاحظة الاميس هيتكرر كتير جدا في سورة يوسف اه هيتكرر كتير جدا كأن في حاجة معاينة خاصة بالاميس هو اتكرر كم مرة يا جماعة في الصورة اللي قرأ الصورة كاملة اتكرر ثلاث مرات المرة الاولى وجاءوا على قميصه ايه بدم كذب ده اول مرة لما راحوا لسيدنا عقوب سبحان الله والمرة التانية وقدت قميصه من دبر لما امرأة العز كبتطار سيدنا يوسف والمرة التالتة اذهبوا بقميصي هذا لما سيدنا يوسف قالوا من راحوا القميص ده لأبي عشان يأتي بصيرا مرة أخرى وقدت قميصه من دبر معقولة امرأة في الدنيا سامحوني توصل لهذه المرحلة من الانحطاط الأخلاقي انها تجل وراء رجل ونفسها انها تفعل الفاحشة لدرجة انه مفيش اي وسيلة هو مش راضي هو رافض هو انسان بيخفره ده نبي كريم وتوصل لمرحلة انها تشوق قميصه من وراء من هلها منه تخيلوا حاجة زي كده ممكن ده يحصل من امرأة انا لا اتخيل ربنا يا ربي عافي كل نساء المسلمين لا اتخيل ان في المرأة في الدنيا ممكن تكون بالجرأة والانحطاط الأخلاقي ده و الفايا سيدها لدى الباب تعال ناخد الآية بقى كلها واصطبق الباب وقدت قميصه من دبر و الفايا سيدها لدى الباب ايه سيدها ده ده هي امرأة العزيز سيدها هي كانت شغالة عند حد لا سيدها اللي هو زوجها ما اصل الزمان زمان بقى زمان بقى ايام القضاء المسلمين كانوا بيعتبروا ان الزوج دوت مش سيد بقى لا كانوا بيعتبروا سيد يعني ايه يعني له مكانة وله قدر في قلب الزوجة وله قدر ومكانة في بيتي طبعا ده كان زمان يعني دولاتي كل سلام طيب يعني الحمد لله رب العميد رب العميد رب العميد رب العميد رب العميد رب العميد في الجميع وخبالك عشان كده انا عايز اقول لأختنا الفاضلة واخت المسلمة وكل أخت وانتو عارفين انا بخاف عليكم قدين عايز اقول لأختي قوتك في ضعفك ورب الكعبة ادي لزوجك القوامة بتاعته ادي له حق ودي له مكانته حتى لو كانت شخصته ضعيفة انت بتعمل لعمل ده لا مش عشان هو يستحق ولا ما يستحقش مش شي جراجل من برة يلاقي زوجك معلش بتتعامل معها معاملة صعبة شوية يعني ما بتدوش قدره اللي هو بيتمناه ما بتقولهش الكلمة اللي هو نفسه يسمعها لا أخت الفاضلة اسمع لزوجك واستقبليه احسن استقباله واحسن توديعه وعمليه احسن معاملة سيبيه عبر عن اللي جواه خليه يقول رأيه خلي رأيه هو كبير حتى لو كان رأيه يعني معلش يعني طبعا لو ما كانش فيه طاعة لله لا طاعة لما خلق في معصيات الخالق سبحانه وتعالى لكن قصد حسيسيب مكانته كزوج ولما تطلب حاجة اطلبها بأدب وبلين وبرحمة وبصوت واطي قوتك في ضعفك فرق كبير جدا بالزوجها بتقول لي زوجها حبيب قلبي ما تنساش وانت جاي تجيب لينا معاك كيلو لحمة ده لو سمعت وبين واحدة تقول له ما تنساش يا بابا ولا ما تنساش يا حبيبي وانت جاي يجيب كزا ولو ما جبتش ما فيش هفتح لك الباب هي دي طلبت ودي طلبت أخت الفاضلة لكن شوفي دي طلبت ازاي ودي طلبت ازاي الاولانية اللي طلبت بأدب الزوج لما سمع انها عايزة كيلو لحمة قال لأ ده انا جب لها اتنين كيلو لحمة وجوزين فراخ وتلت جواز حمام واجب لها سمنة وزيت وسكر واوة دي حبيبة قلبي ده انا حطها في عناي وكفية أدبها وأخلاقها والتاني لما قالت له لو ما جدش مش هفتح لك الباب قال والله ما هجيب لها ده خسارة فيها حتى اللق مرحاف صح كده عشان كده بقولك قوتك في ضعفك تعالوا ناخذ بقى المقطع كله كده الآية كلها ونتعايش معها بقلوبنا ونشوف بقى ازاي كانت الفتنة الرهيبة ديت تعالوا نعيش مع الآية بعد ما تصدع لحبيبك قال جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من ضبر وألفا يا سيدة هلد الباب خب بلك من حاجة المشهد بقى اللي عايزك تدخاله معايا هو من اللي كان سابق ركز معا في المشهد ده من اللي كان سابق يوسف عليه السلام هو اللي كان بيها ربنا هو اللي كان بيجر وراء واحد شقع وميصه من وراء يبقى مين اللي كان سابق يوسف عليه السلام هو كان هرب من الباب الأول والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس ووقف قدام السابع اللي هو آخر باب فجأة كان العزيز على غير عادته انه يرجع في الوقت ده وكانت مدين نفسها الأمام فجأة نسي حاجة فرجع ياخدها ايه اللي حصل رح بيفتح الباب فلقى فوشه مين يوسف ووراء مين امرأة العزيز امرأة قد بالك يعني ما كانش يوسف هو اللي في وش العزيز ما كانش امرأة العزيز في وش زوجها لا ده كان يوسف هو اللي في وش العزيز عايزك تتخيل معايا المشهد العجيب ده وإذا بها من وراء يوسف تميلة ايه في ساعتها على طول شوف الجرأة العجيبة قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أنهر أبيض ده مش ده 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 سبحوني يعني ده ده بجاحة لا تخطر على قلب بشر يعني يعني هي اللي بتجي وراء يوسف عليه السلام وبتروضه بقالها سنين وهو صلى الله عليه وسلم يعني كان بيجري وبيهرب من فعل الفحشة وهي في النهاية بتقول الجزاء ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم طب كان المفروض تقول ايه يعني المفروض كده احسبه بالعقل كده لو واحد رايح بيجري وراء امرأة العزيز ده جزاءه ايه يتقتل صح كده جزاءه يتقتل يعني 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 ده يعني أنا مش بكلم عن الشارع أنا بكلم بقى عن عندهم هم بقى ومكانة الرجل عزيز مصر واحد عايز يروح يعتاد على زوجته هيتقتل لكن هي اخترت حاجة تانية غير الأكل تخيلوا ليه مش هتصدقوا لحد اللحظة دية لسه عندها أمل أن يوسف يوافقها على فعل الفاحش تخيلوا ولذلك قمت ايه قمت على طول حكم عليه ومحددة كمان لأنها ما نفساش نو يموت كانت ممكن تقول لزوجها ايه ما جزاءه من أراضه بأهل الكسون إلا أن يقتل أو عذابه شديد أنا ما قلت له ايه إلا أن يسجن لأنه لو تسجن هي تقدر بعد كده تتوسط له وتطلعه ولو ما توسطتش ممكن تستخليها خرج من السجنة برضو تمام عشان هي في ظنها أنه ممكن برضو يفعل فاحشة ويرجع تاني قلت له إلا أن يسجن أو عذابه أليم سبحان الملك طب دي المرأة ديت هي كنت بتقول لنها أو بتزع منها بتحب يوسف عليه السلام طب دي كذاب لأنها لو كانت بتحبه ما كانتش تريد به السجن ولا العذاب الأليم يبقى المكلام دي ما كانتش حب لا ما كانتش حب وما لده كان إيه كان شهوة شهوة امرأة شهوانية ما لهاش علاقة بالحب خالص وده درس الأخواتي إن المرأة دايماً بينضحك عليها فيه الغالب يجي لها شاب في الجامعة وينشط لها القصائد ويقول لها ده أنا بحبك وبموت فيكي ودنتي قلبي وحياتي وروحه وده أنا ببصر الأمر ومش عارب بشوف إيه وبصر الشمس مش عارب بشوف وحاجات كده فهم إزاي وعود الحاجة والبنت يعيني نتيجة إنها حساسة ورقيقة على طول في ساعتها بتستجيب وطقع وخبالها وفي النهاية لما ينال منها عيازاً بالله شهوته يرميها ويقولوا والله ما طيق حتى بالصر كتير من البنات انضحك عليهم كتير من البنات عيازاً بالله غرر بهم عيازاً بالله ذئاب بشرية ودي مثاله ادي مثاله هو بشوف بتقول إيه بتقول إلا أن يزجن أو عذاب يعني بتقول لا أنا مش عايزة منه غير شهوة أنا مش عايزة حب حب مين امرأة العزيز دي عاملة زي الشباب كتير النهاردة بيتحكوا على ناس على بنات كتير عشان ياخدوا منهم مراضهم بعد كده خلص يلموا سبحان الله لكن المرأة دي الحقيقة ما عنداش حياء خلص بمرأة ده الحياء الحياء كله خير والحياء لا يأتي إلا بخير والحياء شعباً من شعباً شوف قد نبيس عسلام يقول الإيمان بدعاً وثماء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان شبعنا النبيع السلام ذكر الحياء كشعبة من الإيمان ولا مذكر بقى السبعين ليه قالك لأنك لو جبت الحياء هتجب بقيت الشعب كلها حياء حظيم جداً إنه لا يأتي إلا بخير حياء لا يأتي إلا بخير وكان النبي صلى عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم يبقى إيه قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يزجن أو عذاب أليم إلا حصن يوسف عليه السلام لم يتكلم إلا كلمة واحد قال إيه قال هي راودتني عن نفسي بس ومرضيش من حيائه صلى الله عليه وسلم مرضيش من حيائه لنقول دي عملت وسوت وبتراودني شوف المشهد الجميل شوف الأدب وشوف يا أخي حتى في عز المأزق ده وحتى في عز ليه لسبب بسيط جدا لأن سيدنا يوسف مش قادر ينسى أبدا للعزيز إنه قال لها إيه أكريمي مثوها ولما قالت له قال إنه ربي أحسن مثوها فمش حايز برضو يسوقه في زوجته شوف برضو أدب تاني جميل بنتعلمه سيدنا يوسف إنه كان ممكن يقول للعزيز يقول له دمرتك عملت وسوت والله وجرت ورايا وفتا وقفلت سوع أبواب وأرادت أن أفعل الفحشوها ما قالش أبدا أي حاجة من الأوصاف دي كلها ولا من التفاصيل دي كلها عشان ما يجرحش برضو العزيز قال إيه قال هي روضتنا عن نفسي وكان ممكن ما يقولهاش بس قالها ليه عشان ينفعتهم عن نفسه ومش معقولة في النهاية يطلع خائن قدام العزيز لإن الرجل أحسن إليه يوم هو يرد الإحسان بالخيانة فمرضيش يقول الكلام ده فقال هي روضتنا عن نفسي اللي حصل في الآية بقى وشاهد شاهدهم من أهلها شاهد دا حكاية تقوليني شاهد دا كان متخصص في البحث الجنائي في أي قضايا تحصل في قصر العزيز كان متعين الرجل دا كان قريب زوجة كان قريب امرأة العزيز كان قريبها كان واحد من قريبها وكان بيبقعت مخصوص لأي قضية أي جريمة أي حاجة تحصل هو يعمل تحيي الجنائي كان تحيي الجنائي كان مبوض عند الخدماء المصرين يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنه راحوا قالوله في اللحظة هم كانتش يوقف مع العزيز هم راحوا قالوله دا في يعني العزيز طبعا هو دا راح قاله قاله دا الوضع كذا 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 وروح تلاقيك كذا وهو هي بتقول إنه هو اللي حاول وهو بيقول فقاله طيب ما فيش أي حاجة حصلت قاله كل اللي حصل بس إنه قميصه مقطوع قاله طب روح شوف للقميص مقطوع منين فرح قاله طب قاله طب يعني وإيه حكاية للقميص قاله شوف بخبالك من الحاجة بقى قاله إن كان قميصه قد من قبل من قدام فصدقت وهو من الكاذبين طب ليه قدم دي قاله كاسو قاربها فهو بيذكر الحاجة اللي ببرقها الأول مش اللي تدينها وده درس جميل قوي يعني شوف تديه إنه هو عشان قاربها بيذكر الحاجة اللي ببرقها الأول قبل ما يذكر الحاجة اللي تدينها قال إن كان قميصه قد من قبل من قدام فصدقت وهو من الكاذبين لإنه لو هجم عليها عشان يفعل باب في حيشة فهي هتشوق قميصه منين من قدام قال له وإن كان قميصه قد من قبل من وراء بقى فكذبت وهو إيه فكذبته هو من الصادقين فرح على طول عزيز مصر رح رايح بص على الأميص فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكنا الله ده كلام مين ده بقى ده مش كلام الشاهد ده كلام عزيز مصر خبالك من حكا لأن تحويل الخطف في الكرآن هنا في الصورة دي بالذات عجيب جدا وإنت قاعد تفكر بقى واستنتك بقى واستنفت الحقائق الجميلة دي قال يوسف قال عزيز مصر لمراتي إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم في اللحظة دي قال إيه يوسف أعرض عن هذا إيه بقى عن موضوعنا كانش فيه خالص بقى لجيب سيرة خب باله بقى من غير يعني رجل ده كان عقل بس كان عنده بقى فيش طبع غيرة خالص لمر يعني يوسف أعرض عن هذا ورح بس السيد زوجته وقالها إيه واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين طب هي امرأة العزكة مؤمنة عشان يقال لها استغفري لذنبك لا طبعا ده سيدنا يوسف قال إن الترخت من لتقوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون أما ليه بالضبط استغفري لذنبك يعني اطلبي مغفرة زوجك وإن ده ما علي أنت عملتين طب ليه قال لها إنك كنت من الخاطئين ولم يكن إنك كنت من الخاطئات صح كده سياق القرآن يمشي كده إنك كنت من الخاطئات مش يا أنثى قال لك لا هو المعنى هنا أي أنك من الناس أو من القوم الخاطئين زي ما قال سليمان زي ما قال جل وعلا عن بلقيس إنها كانت من قوم كافرين وقال عن مريم وكانت من القانتين ولم يقل وكانت من القانتات شو بقى العزيز لم بقى يعني يعني كل اللي عمله يوسف أعرض عن هذا مش عايزين نيبسرت الموضوع تاني ولا مفتحه تاني ولا يجبسرت الكلام تاني وانت بقى استغفر لذنبك إناك كنت من الخاطئين والسلام عليكم إذاك من الله خيرا ونضلكم يعني نضلكم في الأفراح إن شاء الله ورح ماشي ده النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن مثل هذا الرجل ده يوث يقرر الخبثة في أهلي خب بالك خبه عمل كل ده لي يا جماعة عمل كل الهصن انت شايف هذه كلها عشان يحافظ على البرستيج بتاعه والوضع الاجتماعي بتاعه وعايز يقش حياته كده في هدوء من غير مشاكل معقولة في واحد في الدنيا ممكن يضحي بدينه وينسى قيمه الاجتماعية عشان يحافظ على أمواله أو وضعه الاجتماعي ومصيبة كبيرة ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كان من بينهم الديوث الذي يكر الخبثة في أهلي الشهاد في موضوع المرأة العزية يا جماعة بعد التفاصيل اللي أحكيت لكم دي إن كان أكبر مصيبة في حياة هذه المرأة الفراغ المرأة دي المرأة دي عندها فراغ عجيب جدا جدا هو دوت اللي ضيعها وهو ده اللي خلها وصلت لهذه المأساة عشان كده بقول نصحة الإخواني وأخواتي بالله عليك اشغل زوجتك بخير بأي عمل خيري بكفرت يا تامة بتحفيزك الآن بإيصال خير لأي حد بعمل أي خير وانت اشغلي نفسك الله يبال فيك واشغلي أولادك وباناتك بأي عمل خير لأن الفراغ مصيبة قاتلة إما أن يقود الإنسان إلى الخير وإما أن يقود الإنسان إلى الشر لو ما كانش عنده وازع ديني عشان كده بنقول عايزين نحرس كل الحرص على أن احنا نملأ وقتنا بالخير نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ إيه اللي حصل الجماعة رغم التكتم الغريب جدا اللي حصل من عزيز مصر إنه قال يوسف أعرض عن هذا أوعى تكلم في الموضوع ده خالص وانت أستغفر لذنبك إنك كنت من خطير ومن الموضوع انتهى مين اللي قارف الموضوع العزيز والشاهد ومرأة العزيز ويوسف عليه السلام إلا أربعة فقط الموضوع بعدها بأيام انتشر في المدينة كلها انتشر إزاي ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله جزاكم الله خيانا حسن الاستماع سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة